وإذا وجدك أضعف من ذلك سوف يقتلك كما وجدتم الآن في مصر بدأوا وأنتم إذا تراجعون تجدون الشيعة كثيرين في مصر كان الشيعة كثيرين في مصر ولكن لماذا؟ لأن هذا الرجل كما أنتم عارفين على الفضائيات كذا كان يتكلم بكلام كون على ثقة مع أنه أنا أصدرت بيانية وشجبت هذا العمل ولكنه بيني وبين الله المنهج الذي كان يتبعه منهج لا أوافق عليه وهو سب وشتم ولعن ومقدسات ماذا؟ مقدسات الأخذ هذا ليس منهج أنتم بينكم وبين الله سواء كان في المجالس العامة أو في المجالس الخاصة على المنادة على الكتب الآن مراجع الشيعة المعاصرين رأيتم أحدا منهم يتعرضوا لمقدسات الأخذين؟ سمعتم مرة الكتب بل سمعتم العكس ينبغي ماذا؟ أن تحترموا مقدسات الأخذ هذه فتاوات انظروا إليها أين تجدون في كلمات المراجع الشيعة المعاصرين؟ من أجاز لكم أن تنتهكوا ماذا؟ حرمات مقدسات الأخذ إذن الطريق الصحيح لإيصال ما نعتقده أنه الحق وهو الحق نحن نعتقد أننا على الحق وإن شاء الله أننا على الحق وإن شاء الله أن الطريق لذلك يمر من خلال ماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم أول جدال بالتي هي أحسن ترجمة نانسي قنقر